بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء دايماً بيوتنا بتبقى محتاجة يبقى فيها أكسوجين الأكسوجين في البيوت هو الحوار البيوت اللي ما فيهاش حوار في الحقيقة بتبقى في الغالب قبل الانهيار كل ما البيت كان فيه حوار كل ما أهل البيت بيتكلموا مع بع كل ما البيت كان أكثر تماسكاً الحوار يا سايدة مش كلام الحوار حياة كلها الحوار ممكن يلخص ألم حد ويخليه كمان سعيد الحوار ممكن يفتح باب بعد ما الدنيا كلها نسدد في عين حد وعشان كده استمروا في الحوار اوعوا تتوقفوا عن الحوار لأن التوقف عن الحوار في الحقيقة هو التوقف عن التنفس البيوت مش بتتنفس بالهوى البيوت بتتنفس بالحوار الحوار هو اللي يخلي الناس تتشجع على الكلام الحلم ويخليهم كمان يتشجعوا على إن الحياة مازال فيها أشياء كتيرة ممكن نعيشها مع بعض وتفضل صفحتنا معاكم صفحة بن نامج ولا تعسره صفحة بنتلقى فيها كلامكم وتفضل صفحة حوار نتلقى عليها أسئلتكم المبركة وتفضل توصل لنا أسئلتكم وتفتح لنا باب من أبواب النور والبركة صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتفضل طول الوقت باب من أبواب الدخول على مجالس النور والبقاء في حضرة الغفور سبحانه وتعالى نتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ونفضل مع بعض دايما في مجالس تحفها الملائكة وتخشى الرحمة ويذكرنا الله في من عنده صفحتنا هتفضل دايما باب مفتوح بيننا وبينكم وناخد أول سؤال من أسئلتنا النهاردة سؤال السيدة ممالك من فيوم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الوقات وممالك إزاك يا فضلتك فيك عامل إيه فضل ونعمل حمد لله سلام وحضرتك بخير يا رب وحضرتك بخير أنا قبل مسأل سؤالي بشكر فريق الاعداد بجد الله يبارك فيهم تاني كده يا ممالك معلش بشكر فريق الاعداد بجد الله يبارك لهم الله يرضى عنكم يا رب أنا اتصلت معادي تشوصل بحضرتك خذوا الرقب وكلميني تفضلي يا ممالك دلوقتي أنا عندي بنت عميها سبعة سمية تفضلي أنا بعلمها الصلاة نعم بس هي عايزاني طاقة في جنبي وأنا بصلي عايزاني أعلي صوتي عشان تفهم أنا أقول إيه هل داي جزء؟ أنت قصدك في الصلاة السرية يعني بقصدك في صلاة الدور وصلاة العصر صح؟ هي جماعة الصلاة هي عايزة بتصلي معايا كل الفروض بس هي عايزة ماما أعلي صوتك عشان أقول زيك طيب بس أنا أقول حاضر أو ببتديها فهي أتكمل حاضر أنا أقول لحضرتك حاجتين أول حاجة إحنا عندنا الجهر والإصرار في الصلاة من السنن يعني إيه من السنن؟ لو تركع الإنسان لا تبطل صلاته ولو فعلى الإنسان يثاب يعني لو أنت عليتي صوتك في الصلاة السرية صلاتك لن تبطل فيعمل كده آه بس ما تعمليش كده وانت قصدك حد خارج الصلاة أعملي كده وانت قصدك ان انت تعلي صوتك بالذكر فعمليها كده ان انت بترفعي صوتك بالذكر ده الحالة الأكمل ان انت بترفعي صوتك بالذكر وهذا لن يبطل صلاتك وصلاتك عتكون صحيحة ولكن انت لو عملت ده هيحصل النفع لبنتك ان هي تفهم انت بتعملي ايه ولكن قولي لها احنا هنعمل ده وقت صغير هو ده بقى النصيحة لحضرتك ان ده ما ينفعش يستمر يفضل بس لغاية ما بنتك تتعلم وقول لها احنا هنقعد عدد من الايام هعمل كده وبعدين انت هتعملي كده ولما هي تتوقف عن ده ارجعي لسنة الاسرار مرة ثانية في الظهر وفي العصر مرة تانية ارجعي وصلي صلاة سرية لكن نصحت ان انت لازم تعلميها ان في الصلاة في صلاة العيشة والمغرب سيبيها ركعتين جهريتين واحدة سرية عشان تتعلم كيفية الصلاوات بشكل صحيح انا دي نصحت لحضرتك ولكن صلاتك ان شاء الله صحيحة ولن تبطل مدومتي مش بتقصدي بتقصدي رفع الصوت بالذكر في الصلاة مش بتقصدي ان انت تقولي يا فلانا اعملي كده نعم استاذ صلاح من الاليوبية تفضل استاذ معركم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ صلاح بذلك فضلت الشيخ فضل ونعمة الحمد لله والله الحمد لله عشان كويسين وبتاع بس ايه يا رب دايما يا رب دايما هتكلم على ظروفنا احنا في البيت الاساسا يعني طيب يعني لو قعد مسلا ناخدش في البيت مسلا لو اتكلم مع المدام وحاجات زي كده مش فايقة مش 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 عايز اتكلم هم اقوم اناهم طب ما اتكلمتش انت بتقعد كده سكتم بكتم وخلاص بتتكلمش دي سؤال حضرتك بقى تتعامل ازاي مع الحالة دي اه طيب هقول له حضرتك يا savage لاح كيف تتعامل مع الحالة دي الحالة دي بالذات التعامل مع المقدمة اللي احنا قدمناها للحالة دي ايه المقدمة اللي احنا قدمنا بيها للحالة دي المقدمة اللي احنا قدمنا بيها للحلقة هي الحوار هي المشكلة دلوقتي هو ايه؟ هو اختلاف الأمزجة اختلاف الأمزجة يعني ايه؟ واحد دلوقتي ميال انه عايز تتكلم واحد ميال انه هو تعبان ومش عايز تتكلم واحد تانية فايه اللي يحصل؟ استمرار الحوار بيخلي الناس قريبين من بعض فتتقارب الأمزجة الأمزجة ممكن تتقارب تتقارب من ايه؟ من طول العشرة الناس لما بيعشروا بعض نلاقوا مزاجهم بقى زي بعض بيحبوا يتكلموا في وقت معين خلاص بقوا مزاجهم واحد وعشان كده انا بقول لحضرتك انت محتاج على الاقل يا سيد صلاح ان انت تتكلم مع السيدة زوجتك على الاقل كل يوم نص ساعة تحددوا موضوع كده وليكن انا برشح لكم موضوع ايه هنعمل ايه في مستقبالنا وازاي نعيش في سعادة ما تتكلموش في المشكلات لكن اتكلموا في المستقبل والسعادة والكلام عن السعادة والمستقبل هتعمل ازاحة هتعمل ازاحة يعني ايه؟ هتزيح المشكلات اللي بينكم ويبتدي يبقى فيه لغة جديدة عليكم تقدروا تتفاهموا فيها مع بعض غير لغة اللوم والشكوى انتو اكتر حاجة عندكم الانتقاد واللوم والشكوى وده مسلس اسمه مسلس النكد نخلص على مسلس النكد ازاي؟ بالحوار ربنا يديم عليكم الخير ويجعلكم ان شاء الله من اهل الانوار وان شاء الله يفتح لكم ابواب كل خير ان شاء الله يا سيد صلاح نلتقي بيكم يا سادة بعد الفاصل عشان نكمل اسئلتكم المباركة ونسعد بيكم ودايما نكون متواصلين واسئلتكم تزين مجلسنا وخاصة لما نلتقي بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركة ومعانا الاستاذة ومؤسماء من الشرقية استاذة مؤسماء تفضلي اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا وسائل بحضرتك ربنا يجازي حضرتك خير ويقائمين على البرنامج الله يرضى عنكم افندي والله انا عندي سؤالين استأذن حضرتك تفضلي السؤال الاولاني انا بنتي متوفية من سنة ونص تقريبا وبعد متوفت جالي سرطان رحمه الله وان شاء الله ربنا يجمع لك ما انا تمام الاجر والعافية يا رب اللهم امين والفترة دي كلها طبعا ما ببطلش بكاء عليها ربنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وبعدين حاجة ثانية اننا الالمنا ما بيجيلي جديد من السرطان بدلنا عيص وبعاية بجمد على بنتي وبعاية بجمد على المرض طيب حديك بتسألي بقى حكم ده اقول لحضرتك حكم البكاء ده حاضر والحمد الله وشكري لله ما بقولش اللي يرضي ربنا من لحظة ما ماتت لحد الوقت بس طبعا اسألت تاني بقى حضرتك انني باخد مهدئات ومساكنات ونوع من المخدرات الدكتور كاد فلو نمت قبل الفجر بقى أم الله أخبط في صلاة الفجر فأعمل ايه حضرتك بلاش أقوم ولا أقوم وربنا يتقبل مني يعني انت لو قمت لصلاة يعني لو نمت بعد صلاة الفجر هتقوم وانت عارف نمت حضرتك لو نمت قبل صلاة الفجر أنا أم بداني صحية لصلاة الفجر لو نمت قبل صلاة نعم لو نمت قبل صلاة الفجر بأم أتلخبط في صلاة الفجر بقول كلام ملوش دعو بالصلاة خاضي طيب ولو نمت بعد صلاة الفجر لا بأم بداني مثلا لحد الضحى وكده وأم أصلي قضاء والضحى فانت شايفة ان انت لو نمت قبل صلاة الفجر آه باللخبط بتلخبطي ولو فضلت لغاية صلاة الفجر بتصلي كويس وتقومي لصلاة الضحى طب وإيه الإشكال في ده يا حاجة مؤسماء بأم أخبط خال طيب خليني أسألك سؤال يعني انت بتقولي لي هل يجوز ان أنام قبل صلاة الفجر وأصحى بعد كده وقت ما أصحى وأصلي الفجر هو ده سؤالك آه طيب الدكاترة بعد إذن حضرتك الدكاترة عيللك إيه في القص في القصة دي الدكاترة عيللك لا أم مقالوش لي حاجة هم كل اللي كتبين للعلاج مدهومش في علاقة يعني بكده لا أنا قصدي إن الدكاترة بيقولك الأحسن إن انت تنامي وتصحي وقت ما تصحي الدكاترة بيقولك كده أحسن لا ما سؤالتهمش في كده ممكن تبقي تسأليهم وأنا هجاوبك وبرضو ممكن تسأليهم ضروري تسأليهم يا أمو أسماء السؤال الأولاني السؤال سألة تانية يا أمو أسماء شكرا يا دكتور أنا بدعيلك أنا والسادة المشاهدين إن شاء الله يجمعلك بين تمام الأجر والعافية إن شاء الله أمو أسماء أول سؤال سؤال البكاء أنت لو بتبكي بيدافع نفسي بتبكي على بنتك وبتبكي على المرض بتبكي وكأنك أنت بتطلبي رحمة ربنا لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بكي على سيدنا إبراهيم فقالوا له أتبكي يا رسول الله قال إنما هي رحمة إذا كنت بتطلبي ببكائك دا الرحمة لها وبتطلبي ببكائك دا الرحمة لكي أنت بإن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك بنظر الرحمة ويعفو عنك دا وقت ما فيهوش حاجة دا ما فيهوش حاجة طب أنا أعمل إيه في الحديث إن الرجل ليعذبه ببكاء ببكاء أهلي عشان بنتك لا الحديث الرواية الرواية المفسرة بتقول إيه والأوضح إن هذا الرجل يعذب وأهله يبكون يبقى إذا كانت بنتك موسطش إن أنت تبكي عليها وتجزعي وكده لا مش هيدرها ببكائك بالعكس إيه اللي حاصل لو كان دا لطلب الرحمة دا يبقى إن شاء الله داوت من قبيل الدعاء إيه اللي أنا عايز أقولهولك بس دا أنا شايف إن داوت مش مناسب لحالتك النفسية يعني إيه مش مناسب لحالتك النفسية أنا عليكي أنا حاسس إن إحنا ربطين اللي اتنين ببعض إن إنت بنتك توفيت وإنت جالك المرض فأنت حاسة إن إنت إيه البلاء الكتير اللي عليها دي وكأنك أنت بتبكي لإن أنت مش قادرة تستحملي أنا عايز أبشرك كل اللي حصل بنتك سبقتك إلى محل وكل الناس نذهب إليه وربنا سبحانه وتعالى ومفيش فاصل بيننا بنتك هي موجودة في الحياة بنتك ما فانتش بنتك موجودة معانا بروحها فبنتك ما رحتش إلى العدم يعني إحنا كلنا موجودين في هذه في الحياة بس هي موجودة في حياة لها خصائص معينة اللي هي حياة البرزخ بيننا وبينها قنوات اتصال كتيرة فبدل ما تبكي اقرأ القرآن أو بدل ما تبكي ادعي وبدل ما تبكي خليكي مع الله سبحانه وتعالى وهتوصل كل ده هيوصل لبنتك هي هتحس بداه وهتوصل الله لهدية دي وهتوصل لها كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وهيوصل لها حسن ظنك في الله سبحانه وتعالى ان هي دلوقتي في نعيمه فانا شايف اللي الأفضل ان انت تحاول بقدر الإمكان ان انت تعملي حاجة تكون أفضل لبنتك مش بقولك اللي اللي انت بتعملي ده لو كنت مش أصدل جزع انت بتقول الحمد لله ما بقولش حاجة وان شاء الله تكوني على هذا الحال ان انت لا بتجزعي ولا بتقولي كلام يغضب ربنا يبقى لا أحسن نحن نعمل نصنع شيئا يجلب السواب إلى بنتنا الغالية وندخل معا نحن كمان في السواب نقرأ القرآن وندعي ونقول اللهم هب مثل سوابي ما نصنع لبنتي ان شاء الله يوصل السؤال التاني انت بتقولي لو انك انت نمت النوم العادي وصحيتي بعد الفجر صلاتك في الفجر عا تبقى انت انت عندك عندك ظرف صحي فنامي كما تشاين فإذا استيقظتي صلي يبقى انت افعال الشيء اللي يعود عليك بالاستقرار الصحي انا مش متصور ان انت يقظتك طول الليل ده امر طبيا مناسب لحد في صحة حضرتك فلذلك انت نامي فإذا استيقظتي صلي الفجر طب انت عندك ايه عندك رخصة المرض فلذلك اللي حاصل نامي فإذا استيقظتي بعد الفجر ان شاء الله لا يسمع عليك لان في الحقيقة انت عندك ظرف صحي دقيق فلذلك لا اللي انت بتقوليه اننا لما بصعر الفجر بخطرف ده معنى ذلك ان احنا حصلنا نوع من انواع عدم الانتزان الصحي اللي اثر على كيميا المخ فانت بقيت يتقولي كلام مش مناسب للصلاة يبقى انت نامي في الوقت اللي تنامي فيه مش لازم تفضلي صحي الفجر نامي فإذا استيقظتي صلي الفجر ان شاء الله ولا اسمع عليك ولا اسمع عليك معانا الاستاذ احمد ده صح؟ اه اه ما بقدرش سيطر على نفسي حتى يعني على اقل حاجة حتى لو عائلة الوائر معي اتكلم برضو ابني ولا بنتي بقى اتعفق برضو عليهم انت كل حياتكم كل حياتكم ماشى كويس؟ احنا اه احنا مش حاجة اه يعني هي المشاكل دي بس طيب هي مهتمية بك؟ اه وارجوا ان انت تكون فاهم سؤال ان هي مهتمية بك؟ اه مهتمية بي طيب فانت بتقول ان انت وانت متجاوزين وانتو وانتو انت اللي روحت كنت حبيبها يعني انت جاوزتها وانت حابب ان انت تتجاوزها اه طيب متجاوزين من عشر سنين؟ من عشر سنين اه عندكم كم اه مولود؟ عندي اتنين محمد وسجدى الحالة الحالة دي حصلت بعد اخر مولود ولا بقالها زمان؟ لا انا متعت حتى لما خلفت الاولاد كل يوم برضو في مشاكل فانت الحالة اللي عندك دي بسبب المشاكل يعني بسبب المشاكل بقت انت مش طايق الكلام؟ اه وعلى طول باحلم بمعليش ناسب بحسارات وبتعدين وبمنجا مانجا خاضرة بس مش المانجا اللي الطبيعية مانجا عاملة زي الشمام كده مانجا كبيرة وانا اللي بقى طفها من الشبرة طيب انا يعني انا انا اجاوب على حددك يا سيدة سيدة احمد انا انا شايف في الحقيقة ان الكلام اللي حددك بتقوله ده كلام معناه ان انت واقع تحت ضغط وضغط كبير فقدى ذلك الى انك انت عندك شيء من الاضطراب في حبك للحياة فوقع ان الحياة متلغبطة وانت مش قادر تتعامل مع ضغوط الحياة دي فبقيت مش قادر بسبب عدم قدرتك على التعامل مع ضغوط الحياة انا بتروح لاحسن حتة ممكن تطلع فيها غضبك وهي العلاقة بينك وبين زوجتك وانت في الحقيقة محتاج ببساطة كده عشان السيدة المساعدين يفهم وحاولك تفهم انت محتاج حد يطبطب عليك يعني انت محتاج ان زوجتك ببساطة خالص تعرف ان انت في حالة نفسية ما هيش افضل حاجة وانت محتاج ان انت ببساطة حد يهتم بك اهتمام وكأنها تهتم بك اهتمام الطفل التالت عندك ليه طيب؟ لان معنى ان انت مش قادر تسمع الكلام من حد انت بتحبه وزوجتك اللي انت قريبين من بعض فده معنى ان في شيء ضغط خارجي هو اللي تدخل في ده ومعنى ان انت ملاحظ ان انت مش مبسوط من انك انت بتتعصب من اهل حاجة ان دوت في الغالب بيسموه بعض الناس كده ان دوت حاجة لا ايرادية انا مش موافق على مصطح ان هو لا ايرادية انت تستطيع ان انت تتحكم فيه انا اقول لك ثلاث حاجات تعملها ان انت اول حاجة تقول لزوجتك ان انت مش راضي على ان انت اللي بتعمله ده البوح والمصارحة هيخفف الضغط من عليك لان انت مضطر ان انت تعمل حاجة مش راضي عنها وتسكت لا اعتذر واعترف لزوجتك ان ده بيحصل وانت مش حابب ده خالص مش حابب ده ليه طيب لان احنا عندنا اول طريق الحلول في الحياة كلها هي التوبة وجزء من مفهوم التوبة في حياتنا في العلاقات ان انا اعتذر للشخص ان انا ازيته او ضيقته او ان انا ضغطت عليه بهذا هي انت متصورش هتبقى سعيدة ازاي بانك انت بتقول لها انا اسف انا مش قادر تاني سلوك اجل الكلام لما يحصل حاجة اقول لها احنا اتفقنا مع بعض قعدنا واتفقنا مع بعض انا مش هتكلم واجل الكلام لوقت وارجع تاني كلمها فيه في الوقت اللي انت تكون فيه مرتاح لان انت ساعة ما تتكلم بيكون مضغوط فانت عايز تعمل حاجتين عايز تفكر في الموضوع اللي ضغطك وفي نفس الوقت عايز تكلمها فايه اللي حاصل فبتسكتها عشان تفكر في الموضوع اللي ضغطك فببساطة خالص اتفل معا أن أنت هتأجل الكلام لمدة ساعة لمدة ساعتين لغاية بكرة بس ارجع في الوقت اللي أنت قلت لها عليه آخر حاجة أنا بنصحك فيها أن أنت تكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله فلغاية ما وصل أجعل لك صلاتي كلها قال له صلى الله عليه وسلم إذن كفيت همك ووقيت فكثر من الصلاة على حضرة النبي وخاصة بصيغة الصلاة التازية اللي هي اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغاب وحسن الخواتيم ويستسخى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله كثر ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير يا سادة البيوت محتاجة بصيرة ومحتاجة أن كل واحد فينا يكون حريص على إسعاد شريك حياته إحنا في نعمة اسمع نعمة البيوت يا رب ديم علينا الفتح والتوفيق والمدد لبيوتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أودعنا بيوتك في رحمتك وفي بركتك وفي مددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعل بيوتنا في حصنك ومددك على الدوام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين